السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله بداية شهر سعيد عليكم كلكم بإذن الله تعالى يا ترى طاقة شهر أكتوبر وضعها ايه بالتتابع الروحاني على اي حد مر بصحوة روحية بعد لاياري مظلمة كتير وصدمات او الاشخاص الروحانيين ذو الارواح الشفافة او عمال النور اللي وصلوا يعتبروا يعني المرحلة نهائية طبعا انا مش بساوي اللي بدأ باللي انتهى يعني مش بساوي اللي مر بصحوة روحية بعمال النور الروحانيين اللي وصلوا تقريبا لنهاية المطاف لكن كل عمال النور أصلا بدايتهم كانت صحوة روحية وفيه حاجة مهمة جدا يا جماعة عشان تعرفوها موضوع طاقة شهر أكتوبر ده تتبع روحاني طاقي واسترسال وترتيب أحداث مش تنبؤات ولا حتى تدخل في علم الغيب زي مثلا لما نمسك فئة طلاب الثانوية العامة أغلبهم أغلبهم مش كلهم بس بنسبة 90% من الطلاب قبل الامتحانات نقدر نستشفى تصرفتهم ونفسياتهم وسلوكياتهم يقولك قبل الامتحانات بيجي لهم اكتقاب رهيب بينزلوا في الوزن كلهم بعض البنات بتقص شعرها وهكذا فأنا دلوقتي بتكلم على فئة اللي مروا بالصحوة الروحية والروحانيين وعمال النور لأن دول أغلب فئة تتابع قناتي وبيتابعوا أي قنارة وحناية تانية بسم الله نبدأ شهر أوتوبر بإذن الله تعالى هيكون بداية النقلة وتغيير الحال للأفضل طبعا بأمر الله تعالى وانت بدأت تحس ده فعلا على المستوى الروحي أولا قبل ما يتغير أي حاجة في الواقع بتاعك احنا كنا ماشيين مع بعض بالترتيب من شهر الرمضان اللي فات لغاية دلوقتي وشفنا كل شهر بداية من شهر ستة وبعدها سبعة وتمانية وتسعة بيحصل إيه من التغيرات معانا على المستوى الروحي والنفسي والدنيوي آخر حاجة كانت شهر تسعة كنت قلت لكم رسيله الإلهية حقيقية بأمر الله وفيها تحذيرات في شهر عشر بقى وعليكم خير هيكون بداية تحقيق الرسيل الحقيقية دي على قد الواقع الرسيل اللي جات لكم في شهر تسعة الرسيل دي بقى يتتحقق كلها يتتحقق جزء منها بأمر الله أولا وأخيرا لكن لازم جزء منها يتتحقق لأن أصلا الرسالة دي ما جات لكش في شهر تسعة كده اعتباطا لأي كانت جايلك تمهيد للي هيحصل في شهر عشرة وحداشر واثناشر فشهر عشرة ده بداية بقى تحقيق الأمنية أو الهدف أو الرسالة من عالم الأمر إلى عالم الشهادة طيب فيه كمان تغيير سلوكي روحاني يطرق عليك هذه الفترة وهو إنك مش هتقدر تتحكم في أعصابك شوية خصوصا لما تشوف ردود أو رسال غبية ذات وعي منخفض بمعنى ممكن أنت شخص طويل البال وهادي أو لأنك عامل نور وروحاني شفاف عندك القدرة على تحمل التصرفات الضالة اللي حواليك لكن في بداية الشهر ده هتلاقي إن أنت مش قادر تستحمل أو الصبر ده مش موجود أي تخلف أو أي ردود تجيلك مستوها متدني في الوعي هتلاقي نفسك عندك طاقة هجوم عليها رغم إنك عارف إن أنت ما ينفعش تختلط بالصفهاء أو ما ينفعش تختلط بالتفعل إن ده بيقلل من الطاقة بتاعتك لكن أنت عندك إحساسي لهو أنتو إزاي لسه بالعقلية المنحدرة دي ولا منطقية ومهما اتكلمت أنت بالأدلة والبراهين والنصايح هتلاقي اللي قدامك ما بيفهمش حاجة هو وعيه وقف كده عند حت غلط حت سد اللي قدامك مش حيشوف منك غير إسلوبك إن أنت إسلوبك هجومي مش حيشوف كلامك مش حيشوف نصايحك كل اللي حيشوفه نبرد صوتك أو طريقة إسلوبك في التعبير إيه ده أنت بتهاجمني؟ طب أنا بقى حرد لك الصعصة عين وتلاقيه بقى إيه عمال يجتمك عمال يقلل أدب معاك ما فهمش هو فحو كلامك فنصحتي بقى ما تضيعش وقت مع الأموات اللي لسه ربنا بأنعمش عليهم بالصحوة الروحية وهم كمان مش عايزين يساعدوا نفسهم هما ماشيين وراء الخرافات ماشيين وراء ببرمجيات غلط وحاجات كده كتير أنت عليك بنفسك الكلاب تنبح والقافلة تتير وإنت مش هتصلح لكون هتقول لي أمال إحنا عمال نورة على إيه بقى إن شاء الله واجبنا أن نحن ننشر الصح نمنع انتشار الفكر المتخلف أيوة بس في الفترة دي تحديدا أنتوا هتكونوا حميين قوي متنرفزين مش هتوصل رسالتكم أساسا وده حيسحب منطقتكم وحيأخر النقلة اللي أنتوا المفروض تستقبلوها في الشهر ده وفيه فئات من الناس عموما يا جماعة يعني برضو دي نصيحة تانية عاملة زي التربة الصحراوية مهما روتها مش هتديك نتيجة ليهم دور في الحياة آه طبعا إحنا مش بنقلل من حد بس دورهم في الحياة مش موجود في طريق الوعي هما ملهمش في الوعي ليهم في حاجات تانية فإنتوا انتقوا التلاميذ بتاعتكم ثالث حاجة ممكن تطرق عليك برضو أي حد فيكم كان في علاقة سابقة مثلا كان توأم روح أو توأم شعلة أو حتى أصدقاء بس صداقة حميمة صداقة لاي الأنتيم زي ما بيقولوا والعلاقة كانت قوية جدا جدا زمان وحالان في انفصال أو فراء هتحسوا فجأة بخيالات إنكم معهم يعني تتخيلوا إنكم رجعتوا لبعض فيه اللي بيتخيل إنه بيعاتب أو بيصلح العلاقة فيه اللي حيعمل التخاطر فيه اللي هيعود يفكر كتير جدا في الطرف التاني ممكن بعض الأحيان يتطور الأمر اللي خيلت جنسيا مع هذا الشخص لو كان حبيبي يعني لكن كعامل نور انت مش هترضى تقدم على خطوة وقعية أخرك تفتكره يمكن لو هو رجعلك آه انت هترجع له تاني لكن انت مش هتقدم على الخطوة لأن اتطور الروحاني اللي انت وصلت له خلاك الآن من ناس كتير جدا وحتقول أصلا الشخص اللي أنا فطرقت عنه ده بقى لي كتير يا طرى أصلا بقى عامل ازاي دلوقتي هل هو النفس الشخصية؟ هل هو اطور الأحسن؟ طيب هو أصلا فكرني ولا لأ وخصوصا أن أغلب عمال النور اللي بقى ليهم دور في المجتمع ومؤثرين يعني انفصلوا زمان لأسباب قهرية لأن أي روحاني حقيقي مكتوب له فيما بعد أنه يبقى عامل نور مؤثر على المجتمع بيكون شخص وفي فغالبا فيه سبب قهري قطع التواصل بينه وبين هذا الشخص فلما تعافى الروحاني ده وتحول لعمل نوره بقى مؤثر في المجتمع لا أن الطرف التاني ما صدق يمشي أكيد يعني فبالتالي هنا مش حيرضى يرجع له تاني على الأرض الواقع رغم أن عامل النور ده متأكد أن الطرف التاني لازال بيحبه بس الطرف التاني ردود أفعاله مش متزنة تتفهم غلط غالبا هو الطرف التاني ده لم يتشافى حتى الآن بعد الموضوع ده فيه اتصال روحاني قوي بينكم في الفترة دي رابع حاجة هيبقى فيه اهتمام واضح جدا بالصداقات والأعمال الروحانية والأوراد والناس اللي هي عايزة تتعلم علوم بقى خاصة كده بالعلوم اللدنية والعلوم البطنية فيه ناس كتير منكم حتبقى تتجه لهذا الموضوع لأنهم حسين أن الحاجات دي حتفيدهم قوي في الهدف اللي جاي الفترة الجاية ده طبعا بعد فترة خمول والكسل طويلة وعدم رغبة فيه العبادات فيه الشهور اللي فاتت خمس حاجة اللي عندهم رفقة من العالم الآخر زي رفقة صالحة مثلا بسبب الأوراد السابقة أو تواصل مع كينات نورانية أو أي حد له علاقة يعني بالعالم الخفي بسبب الشفافية روحه حيلاقي التواصل ده زاد والرسايل أصبحت أكثر وضوحا وقصيرة يعني مقلة ودل وعموما تلقي الرسايل ده بيكون واضح معاكم غالبا من بعد الفجر لغاية الساعة مثلا 10-11 الصبح قبل الظهر عموما يعني يعني من بعد الفجر لغاية قبل الظهر فترة الشروق والصبح دي بنا تلقى فيها أغلب الإجابات والرسايل كعمال نور وروحنين هتقول لي فيه ناس عندها شغل الصبح حضرتك هتعمل إيه هتتلقى إزاي ما يشحين فعن إحنا نصوف في ذهننا في الفترة دي ممكن يا جماعة في يوم أجازة الويك اند تكون محضر نفسك قبلها تكون قبلها بليلة مش متعشي أو خفيف كده يعني عامل ويرد لسبوح قدوس رب الملائكة والروح وهو موجود في قناتي التانية وعمل أورادك اللي انت بتحبها كلها ويستحسن طبعا تكون في خلوة الخلوة بيكون تأثيرها أعلى بكتير من الناس اللي مش بتقعد في خلوة الخلوة بتصفي الزهن وبتخليك تتلقى بسرعة كل حاجة وتصفي ذهنك كده من بعد صلاة الفجر تتأمل شوية وتدخل في النوم وقبل ما تدخل في النوم ما تخليش عقلك يركز إلا في فكرة واحدة فكرة استقبال الرسالة الإلهية هتلاقي إن شاء الله عقلك استقبلها بسهولة كده لمساعدة رفقتك من العالم الآخر ولو ما عندكش رفقة أصلا ربنا يعني ما سبب لكش ده فربنا جل جلاله حيرشدك بنفسه إن شاء الله الناس اللي عايزة تستخير برضو تستغل الوقت ده وتجربه أهم 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 ورد الفترة دي هو سبوح قدوس رب الملائكة والروح وورد صورة الفتاحة وده برضو مذكور في القناة التانية وما تنسوش كمان الحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت اللي هي إزاي تستقبل البشرة ده حيبقى شغال معاكم بقى زي السكينة في الحلوة كده في شهر عشر صدقوني إن شاء الله آخر حاجة بقى الناس اللي خلاص وصلت لمرحلة كويسة من الوعي حيلحظوا تدفق الأموال معهم إن شاء الله لو أنت ملقيتش تدفق أموال أعرف إن وعيك لسه ما وصلش لمرحلة كويسة هتقولولي إيه ده إزاي إحنا وعيين إحنا متطورين إحنا خدنا كورسات إحنا الناس بتشهد بحكمتنا صدقوني يا جماعة اللي بيترقى في مستوى الوعي بيكون عدة تردد المال بيكون عرف كويس من أين تؤكل الكتف فبيعرف يسعى بطريقة زكية جدا للمال من غير شاءة وبالتالي الأموال بتتدفق عليه بسهولة جدا أنا عايزة أقول لكم ممكن يكون فيه واحد جاهل ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ولا فهم أصلا في علوم الطاقة لكن عنده من الزكاء والوعي إزاي يعرف يجيب المال بسهولة جدا ويعرف إزاي كمان يجذبه لحياته وبأمر لا مش بمزاجه هو لحسن الناس اللي تفتكر بقى إيه ده أنت بتحضاري جن أو كده لا ده بأمر الله كله فأنت إن شاء الله لو وصلت لمرحلة كويسة من الوعي هتلاحظ تدفق الأموال معاك في شهر عشر عموما فيه وفرة مالية واضحة جدا وفيه كمان هيمنة طاقية من نفس الناس اللي ارتفعت في الوعي على طاقة المنزل عندهم هتبقى الأجواء هادية بدون مشاكل فيه استقرار حتى فيه طاعة واضحة من الأبناء فيه تفاهم بين الأزواج طاقة شهر أكتوبر طاقة خريفية فيها تجديد تغيير وسقوط لكل شيء ملوش أي معنى في حياتكم حتى لو كنتوا فاكرينه شيء مهم بس طالما لا يتوافق مع طاقتك حتلاقيه سقط لوحده بالتوفيق للجميع والسلام